التقى ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة المينورسو سيدي محمد عمار التقى نائبة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السياسية وبناء السلام روزماري دي كارلو بمقر الأمانة العامة للأمم المتحدة وناقش الطرفان عددا من القضايا المرتبطة بعملية السلامة التي ترعاها المنظمة الدولية في الصحراء الغربية قبيل جلسة مغلقة سيعقدها مجلس الأمن الدولية الأسبوع المقبل حيث يقدم خلالها المبعوث الشخصي للأمين العام لصحراء الغربية ستباندي مستورا تقريره حول الوضع في الأراضي الصحراوية المحتلة كما أطلع سيدي عمار المسؤولة الأممية حول موقف جبهة البوليساريو من تلك القضايا ومسائل أخرى ذات الصلة